طيب اللي عايش بقى مع ناس يعني مثلا لو واحدة متجوزة وهي مش محبطة جوزها محبط أهل أولاد أهلها هي ده أمر واقع يعني قولي الشغل أو يتغير الدراسة هتخلص ونروح مش عارف إيه إنما الناس اللي عايشة مع أهلها وأهلها طول الوقت بيطلعوا طاقة سلبية جوزك بقى حد زوجتك أخوه يعني أي حد ده يا حيعمل إيه بقى دول أهل ما هو الإنسان بالذات ما هو الإنسان لو مزبط طاقته ومحسنت ظن بالله ومعاملته كلها يعني مين لي مع ربنا مش بيتأثر بطاقة الناس اللي حواليه بالعكس هو اللي بيبقى بيدلهم طاقة إجابية في حاجات كده ستابس ممكن نعمله عشان نزبط الطاقة حاجات سهلة وفي البيت ممكن لو حد قعد في مياه وملح أو نزل البحر لمدة 18-20 دقيقة بتزبط الطاقة والملح ده حقيقي الملح بيشيل الطاقة السلبية حقيقي حاجات من الأيام جدي وجديتي ما بفهمهاش بس يعني في ناس كتير قالت حكاية ميا وملح حتى لو البيت اتمسح بميا وملح بيطلع الطاقة السلبية اللي في البيت فالملح كويس جدا ألم وورقة بقى ألم وورقة أسيبوا معنا يبقى كده المياه وملح الرياضة يعني على الأقل 20 دقيقة أرياضة في اليوم حتى لو ماشي طيب لاننا في أول الحلقة والرياضة والرياضة كنت بقولك في أول الحلقة الرياضة الناس الرياضيين الهالة بتاعتهم بتبقى أكبر من الناس العادية الرياضة بتزبط الشكرات وبتكبر الهالة بتاعتنا القهوة لا يمكن لو حد بيحب القهوة هتبقى أنه شرب حاجة بيحبها فزبطت له موده لكن هي ما فيهاش حاجة معينة للطاقة الإيجابية لكن لو حد بيحب القهوة أنا سمعت كده بيقولوا لنا فيه ناس بيستحموا بالقهوة أو بياخدوا شرب القهوة ده لي علاقة بالطاقة هم ممكن بيحبوا القهوة ده هي القهوة رحيتها حيوة هي القهوة رحيتها حيوة هو الناس اللي بتشرب قهوة كتير دي فعلا بيبقوا مكتئبين لا ملاش علاقة ممكن يبقى هم بيحبوا القهوة أو حد مثلا بيبقى حاسس على طول ان هو عايز حاجة تفوقوا شوية الناس اللي بيبقى عندهم خلل شوية في النشاط دول بيبقى عندهم مشكلة في شكر القاعدة طيب طبعا دي كده ميا ومالح ورياضة ايه كمان الميا والمالح والرياضة وان الواحد يعمل حاجة هو بيحبها يعني شوف ايه اكتر حاجة بتحبها ولازم تعملها نص ساعة مثلا في اليوم او يعني حاول على قد ما تقدر تمارس الحاجات اللي انت بحبها فيه اكل شرب حاجة بتعلي هو كل الاكل الصحي طبعا بيدي طاقة اجابية للجسم النوم هو احسن نوم بس يعني انا بتاقلي صعب قاود ان يستعملها دلوقتي بسبب ظروف الحياة من بعد العيشة للفجر لا اكتر نوم صحي وطبعا الاكل الصحي بيزبط طاقة الجسم جدا والاكل اللي مش صحي العكس تماما الناس بسامة تقولينا الشوكولاتة بس انا مش هتفع ايه علاقة الشوكولاتة الشوكولاتة اللي فيها سكريات لا هتدي طاقة سلبية للجسم والله ربطوا دايما الشوكولاتة الشوكولاتة دارك شوكولات فيها هرمو فيها قل حاجات دي اللي بتزبط السعادة زي الموز لكن البايك شوكولاتة لكن الشوكولاتة التانية بس مش قوي يعني ما تزويدوهاش قوي برضه عشان هتزعلو من حاجة تأدي يعني كده يعني حنبقى أدي كده هتش عايزين